بتعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للشباب وجهات حكومية وخاصة وصلت وللعام الثالث على التوالي حملة رمضان أمانة توزيع ما يغارب مئة ألف وجبة إفطار صائم على قائد المركبات السنة يمكن تعدبر السنة طبعا كالشريك استراتيجي وزارة الداخلية وكذلك الهيئة العامة للشباب كل واحد قام في دوره الهيئة العامة للشباب وفرت لنا المركز الشباب الشامية لعداد الوجبات وتعبئتها والمتطوعين منها ومتطوعين أخر من الفرق التطوعية سبع مواقع اللي وفرتها لنا وزارة الداخلية مشكورة كل نقطة تقريبا ما بين 40 إلى 50 متطوع يومي على سبع نقاط الحملة مستمرة حتى التاسع عشر من رمضان الحالي وتهدف إلى بث الأمان في شوارع البلاد أثناء فترة الإفطار إلى جانبي تشجيع الشباب على الانخراط في الأعمال التطوعية ما نابع الناس تروح بيوتها مستعيرين على الفطور والنا شغلة نابع نقول لهم تأنوا بالطريق ويمشوا على راحتكم ونحن نعطيكم أجبات بسيطة على الأقل تتفطرون فيها وانتوا راحتهم بيتكم قاعد يبتسمون الناس قاعد تبتسم وقاعد تفاعلوا إياننا وقاعد تصورنا مستنسين مستنسين على اللي قاعد يصير بناتنا وشبابنا قاعد يسونها الفعالية هذه وبحثة تحص الصج أمان يذكر أن دور الهيئة العامة للشباب في هذه الحملة يرتكز على توفير مجاميع شبابية لإعداد وتجهيز الوجبات فيما تتولى مجاميع أخرى توزيع الوجبات عند النقاط المرورية المتفق عليها للسنة الثالثة على التوالي تواصل حملة رمضان أمان توزيع الوجبات على مرتدي طرق وبين أذان المغرب وذلك للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية التي عادة ما تزداد في هذا التوقيت لتلفزيو المجلس عبدالله العنزي